أكرمنا ربي وهدانا للقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأسكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسموت بيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية الصعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة ذكرنا في الحلقات الماضية أن الثبات على الصراط المستقيم بعد أن يعرفه العبد وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح يحتاج إلى أمور تعينه على الثبات على هذا الصراط المستقيم الحياة جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والآلام فالحياة جبلت على هذا الأمر الآن حينما تجلس مع بعض الناس تجد كل واحد يشتكي ولديه هم ولديه حز حزن ولديه غم كل من لاقيت يشكو دهره كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعر هذه الدنيا لمن لا توجد الغني يشتكي والفقير يشتكي المسؤول يشتكي وغير المسؤول يشتكي فالجميع يجد ألما وحزنا وهذا لأن هذه الحياة جبلت على هذا الكدر العبد حتى يستطيع أن يتأقلم مع هذه الحياة فلابد أن يربي نفسه وأن يوطن حياته على خلق هو خلق أولي العزم من الرسل وهو خلق الصبر الصبر لا شك أنه من الأخلاق الصعبة والعظيمة والتي لا يستطيعها كل إنسان والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسري وقل ما رجل وقل ما استصحب الصبر إلا فاز بالظفر ما يستصحب أحد الصبر إلا تكون نهايته الظفر بإذن الله سبحانه وتعالى إذن العبد يحتاج حاجة ماسة إلى هذا الصبر حتى يستطيع أن يسير في حياته بخير وسكينة ورحمة تأملوا معي أيها الإخوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس الذين أوذوا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن حينما نتحدث عن محمد عليه الصلاة والسلام نتحدث عن رجل من سادات قومه ابن ملك من ملوكهم وعظيم من عظمائهم ومع هذا لم يرعوا هذا الأمر كل فمنهم من وضع سل الجزور على كتفه الطاهر وهو الأذى الذي يخرج من الإبل ومنهم من لوى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه ومنهم من بزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الأذى ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبر كما أمر الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل هم خمسة على الراجح من أقوال أهل العلم وقد جاء ذكرهم في قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هذا واحد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيها الخامس هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فالأولو العزم من الرسل سموا بهذا لأنهم كان الصبر هو أبرز سماتهم إذا أردت أن تعرف معنى الصبر فلك أن تتخيل أن نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل وهو نوع عليه السلام مكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة تسعمائة وخمسون سنة ألف سنة إلا خمسين عاما كما قال الله كم نتوقع نتيجة من آمن به من الناس بعض الروايات تذكر أن عدد من آمن عشرون وروايات تذكر أربعون وروايات تذكر ثمانون على فرض أننا نقولنا أن من آمن به ثمانون هل يقال والله أنه لم يدعو إلى الله بشكل جيد من أولي العزم من الرسل نبي من أنبياء الله مؤيد بالوحي من الله ومع ذلك لم يستطع أن يهدي قومه ما الذي جعله يصبر تسعمائة وخمسون عاما وهو على قيد الحياة أمام هؤلاء الناس الذين لم يرعوا حقه بل وآذوه وكان نهايتهم أن عذبهم الله جل وعلا موسى عليه السلام كيف صبر كيف صبر أولا من فرعون وقومه وكيف فر منهم إلى الله جل وعلا ثم كيف صبر على قومه الذين ارتدوا عن دين الله جل وعلا وعبد السامري صبر عظيم كان من موسى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أيضا نبي عليه الصلاة والسلام في صبره على الناس منهم من آذاه بالكلام ومنهم من طرده من أرضه ودياره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام تأملوا في هذا الموقف العظيم من المواقف لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أنواع البلاء التي صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو الإغراء الإغراء بالمال الإغراء بالنساء الإغراء بالجاه والملك أتى عتبة بن أبي ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك أتيت إلينا سفهت أحلامنا وعبت ديننا وفعلت حتى طار في الناس في قريش ساحر في قريش كاهن في قريش مجنون يا رجل والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلة يريد أنهم سيتقاتلون ثم لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم كان طيلة هذا الكلام والنبي يستمع إليه وينصت وهو الذي علمنا الحوار وأدى بالحوار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فلما فرغ قال له أفرغت بعد أن قال يا محمد إن كان إنما تدعو إليه من أجل المال جعلناك أغنى رجل فينا وإن كان من أجل النساء انظر إلى أي امرأة في العرب نزوجك إياها وعشرا مثلا وإن كان إنما بك الملك جعلناك ملكا علينا قال أفرغت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفرغت قال نعم قال ما بما تقول ما جئت من أجل مال ولا جاه وإنما الله ابتعثني بهذا الدين فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ثم تلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من سورة فصلة حاميم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قال فوضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم أن تكف ناشدتك الله والرحم أن تكف لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فإنه حق لكن القلوب التي امتلأت كبرا وحسدا لم تشى أن تخضع وأن تذل لله جل وعلا وإلا فإنهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالصبر من أعظم المراتب التي يجب أن يسعى لها الإنسان لن تستطيع أن تحقق نجاحك في الدنيا إلا بالصبر ولن تستطيع أن تحقق حياتك في الآخرة إلا بالصبر فاصبر فإن الصبر خير لصاحبه والله جل وعلا في القرآن الكريم في أكثر من تسعين موضعا في القرآن الله يأمرنا بالصبر ويحثنا عليه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ويقول الله سبحانه وتعالى والصابرين والصابرات ثم قال في الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة ويقول الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فالصبر من أعظم المقامات التي يجب على المسلمين أن يحرصوا عليها لن تستطيع أن تسير في الصراط المستقيم بدون صبر وكما تعلمون أن السير إلى الله يجب أن يكون بأمرين سير بلا توقف وسير بلا تردد ولن يستطيع العبد أن يستمر في هذا الصراط إلا بترك التوقف وبترك التردد ولن يتم له ذلك إلا بالصبر ولهذا ذكر العلماء أن الصبر واجب بإجماع علماء المسلمين وهو نصف الإيمان فالإيمان نصفان نصف صبر ونصفه شكر أيضا الله جل وعلا أخبرنا مرغبا في الصبر قال سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين وقال سبحانه وتعالى واصبر إن الله مع الصابرين وقال سبحانه وتعالى والله مع الصابرين وإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم والفئة التي لا تخذل أبدا بإذن الله جل وعلا يقول العلماء عن الصبر مبينين في قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الصبر في اللغة هو الحبس والكف ومنه يقال قتل فلان صبرا إذا مسك وحبس ثم بعد ذلك قتل والله جل وعلا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي احبس نفسك مع هؤلاء الذين يعينونك على طاعة الله جل وعلا فالصبر يشمل ثلاثة أشياء حبس النفس عن الجزاء واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش ثلاثة أشياء لا يستطيع الإنسان أن يسمى صابرا إلا إذا أتى بها حبس النفس عن الشكوى وحبس النفس عن الجزاء فلا تجزع النفس إذا ألمت بها مصيبة أو ألمت بها حاجة وحبس النفس عن الجزاء كما يذكر العلماء هو الرضا بكل ما جاء عن الله الرضا بكل ما يصاب به الإنسان فالعبد يصاب في الدنيا بمصائب وبأمور فعليه أن يرضى وأن يسلم ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يموت شخص أن نقول له أن نقول لأهله لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما فرأ امرأة عند قبر ابنها تبكي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري فالتفتت إليه ولم تكن تعرف أنه رسول الله فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه رسول الله فأتت إليه فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله والله ما عرفتك هي تعتذر أنها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عرفتك قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى الثاني حبس اللسان والثالث حبس الجوارح ولعلنا بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة أن نفصل أكثر في هذه المعاني نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته إلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العلمية الصعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلد بالبشرى تسموت بيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور للنور وللخير دعانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر